هناك يعني صحفي إسرائيلي يسمى إيدي كوهين يكتب دائما تغريدات يحاول أن يستفز فيها العرب يتحدث بها أي مكان فخرج بتغريدة استهدف فيها الجزائريين قال فيها أنه وين الجزائريين أصحاب مقولة مع فلسطين مظلومة أو ظالمة وكأن هذا الصهيوني لم يتابع أو يحاول أن يستفز يستفز بشكل آخر الجزائريين ولا يعرف أن هذه شعارات الجزائريين تجاه إخواننا في فلسطين لم تأتي من فراغ قلت قبل ذلك أن ربما الجزائريون أكثر من أكثر الشعوب شعورا بظلم وقهر إخواننا في فلسطين لأنهم عايشوا نفس التجربة وربما أسوأ وسط تعتيم كبير على مدار 132 عام فترة الاستعمار الفرنسي وكذلك فترة سبع سنوات فترة ثورة التحرير الجزائرية ولكن ردنا على هذا الصهيوني الذي قال أين الجزائريون من فلسطين سأستعرض معكم سريعا بعض ما جرى خلال الأيام الماضية نبدأ بكلمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تابون الذي قال فيه وأكد على أن الفلسطينيون ليسوا بإرهابيين الفلسطينيون ليسوا بإرهابيين وأنهم أصحاب أرض وأصحاب حق ومن حقهم الدفاع عن نفسهم فإيدي كوهين عليك أن تسمع بداية من رأس الدولة ثم نستمر إلى ردود الأفعال الشعبية دعونا نستمع إلى كلمة الرئيس تابون جرائم يعني كاملة الأركان جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب الفلسطينيين عمرهم ولكنوا إرهابيين الفلسطينيين ما همش إرهابيين الفلسطينيين يدفع على الحق نتاعه ويدفع على وطنه ويدفع على استقلال وطنه ماهوش إرهابي نحن في حرب التحرير كان يقولوا علينا إرهابيين وتتذكروا الكلمة الشاهرة اللي قالها العربي بن مهدي رحمه الله وطيبة ثارة وقالوا له مش عايب عليكم تديروا القنابل في القفة قالوا أعطيني الطائرات متاعك هم أعطيك القفة التاعية ليس هذا بجديد على رئيس الجزائر أو الجزائر عموما معروفة بتاريخها ربما الدولة العربية الوحيدة ليس لها أي علاقات مع الاحتلال الإسرائيلي على الإطلاق ليست هناك صفرة للاحتلال الإسرائيلي هنا في الجزائر في ذات الوقت موقف الجزائر شعبا وحكومة لطالما كان داعما بقوة إلى فلسطين بصفة عامة أخواننا في غزة في هذا التوقيت في نفس التوقيت الذي خرج فيها الاحتلال الإسرائيلي بهجمته الشارسة على أخواننا في غزة خرجت في الجزائر في الجزائر لمن لا يعرف فيها 58 ولاية وهي أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة يعني فيها مساحة شاسعة ما شاء الله فخرجت العديد من المسيرات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة وتضامنا مع إخواننا في فلسطين مسيرات يعني كانت كل شوارع الجزائر عن بكرة أبيها خرجت في الميادين تضامنا مع إخواننا في فلسطين العالم الفلسطيني كان يرفع على أكتاف وأيدي الجزائريين أكثر من العالم الجزائري موجود إلى الآن وعلى هذه اللحظة على عديد من الأبنية الجزائرية الجزائرين لا أحد يزايد عليهم في تضامنهم مع الفلسطينيين وليس اليوم فقط كافة الفعاليات حتى وأن كانت فعاليات رياضية حتى بدون قصف بدون حصار لطالما سمعنا دائما الهتاف الداعم لإخواننا في فلسطين هنا من غزة حتى كوني يعني صحفي أجنبي أقيم هنا في الجزائر الأربع سنوات هذا أشاهد عن قرب ولست بحاجة لمن يعني يطلعني عن ذلك بأخبار أو فيديوهات أو صور ليست فقط المسيرات هناك العديد من مواقف اللاعبين كان من قبل ذلك الرياض محرز الذي كان دائما يرفع العالم الفلسطيني في العديد من مناسبات بالأمس فقط خرج اللاعب الجزائري ياسين إبراهيمي في الدور القطري بعد تسجيله هدفا فاحتفل بالعالم الفلسطيني متحديا الفيفا وكل إجراءات يمكن أن تحدث له نتيجة هذا التصرف لو الفيديو موجود خلينا نشوفوه من فضلكم ياسين إهدعش يعني إهدعش نعم ريال والله ريال 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 للجزائريين استفزازهم ولكن أخطأت هذه المرة وإن كنت مخطأ في كل تغريداتك يعني في استفزاز العرب والمسلمين وبصفة عامة في كل مكان الجزائريين بصفة عامة من أكثر الشعوب تضامنا مع إخواننا في فلسطين وإحساسا معهم والموقف الرسمي والشعبي لطالما كان هنا في الجزائر يقف جنبا إلى جنب مع إخواننا في فلسطين الحجم المعاناة لازالت مستمرة آمل وكما قلت في حلقات سابقة أن ينتهي عمر هذا البرنامج غزة تحت القصف بوقف القصف والتوصل إلى وقف هذا العدوان وعودة الحياة إلى طبيعتها في غزة ولكن وفق الواقع الموضوع ليس بقريب حتى وإن توصلنا إلى هدنة هناك ملف الأسرة الذي سيجعل هذه المأساة مستمرة وبالتأكيد كذلك مع تشبث أو تمسك المقاومة الفلسطينية بعدم إطلاق صراح أي من الرهائن لديها إلا بمقابل بالتأكيد هناك أكثر من خمسة آلاف أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى هنا انتهت حلقة غزة تحت القصف ولكن هناك فيديو اسمحوا لي إن سمحتم لي التعليق عليه هو يتعلق بالشأن الداخلي الجزائري ولكن لفت انتباهي فيه كشخص أجنبي أو كصحفي أي مكان بالأمس ذهب الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون في زيارة لإحدى الولايات الجزائرية وهي ولاية الجلفة وفي مشهد أنا بصراحة عجبني أنت كمواطن جزائري بقى تتفق تختلف أي مكان القصة يعني مش ده موضوعي ولكن أنا بقول لك قراءتي الصحفية كذلك حاكم دولة أو رئيس دولة إن هو يمشي ويتجول وسط الجمهور بهذه العفوية ده شيء يحسب له أي مكان بقى رأيك أنا ليه لأنه إحنا كمان بنعرف وبخبرة سنوات طويلة جدا أكتر من 20 سنة في مجال الصحافة والإعلام نعلم جيدا متى كانت هذه اللقاءات مرتبة من عدمه فالمشهد زي ما انتوا شايفين كده مش باين فيه أي ترتيب يعني أي ترتيب يعني تقول لي مثلا معروفين الناس بأسماءهم ولا مين الحاضرين ولا مين اللي هيشوفهم الرئيس أو يسلم عليهم على الإطلاق المشهد زي ما انتوا شايفينه بمنتهى العفوية من رأس الدولة إلى المواطن مباشرة فده شيء بصراحة أنا عجبني جدا جدا وأتمنى أن طبعا تتفاوت حجم المخاطر على كل رئيس دولة مش بالضرورة أنه كل الرؤساء الدول يكون عندهم القدرة أن هما ينزلوا بشكل مباشر للشعب ولكن هي بصراحة مبارح ولما شفت المشهد ده عجبني شيء كويس جدا جدا أنه المواطن يشعر أنه ما فيش أي حاجز بينه وبين رئيس الدولة وما فيش أي تخوفات حتى على الإطلاق وبطبيعة الشعب الجزائري عموما بمعرفتي فيه هو دايما شعب متواضع ويحب التواضع أي مكان أي مكان إن كان متحا هذا كان تعليق عن هذا الفيديو إن تقبلتموه وعذرا إن اعتبرته تدخلا إلى أن ألتقي إن شاء الله في غدا بإذن الله في عدد جديد من غزة تحت القصف بحيات لكم أينما كنتم أنا حمد الشجيع والسلام عليكم موسيقى اشتركوا في القناة